في إطار بقى حدثنا عن التمثيل والسينما وفكرة الفنان الشامل ليه معا يعني تعرفتها كان زمان كده يبقى فيه الفيلم الغنائي اللي هو ما يطلق عليه في العالم الميوزيكال والمصرحية الغنائية بسنتريكي المصرحية اللي هي كوميديا البؤساء البؤساء مصرح ليه ما ساعتيش وما تقول ليش أصل المنتجين أصل المخرجين وارد إنه يبقى كل ده موجود أو دي عوامل لكن كمان هي رونا تسعى في إنه طيب ما تيجوا نفكر في إنه إحنا نعمل فيلم غنائي في إطار تحقيق حلمك أنا عايز أمثل عايز أغني عايز أرقص عايز أعمل كل حاجة والله نفسي يعني ده من أحلامي ومن الحاجات اللي أنا نفسي حققها إن أنا أعمل من أول ما طلعت وإنا نفسي أعمل فيلم استعراضي غنائي زي ما كان بيتعمل زمان صحيح والحقيقة إنه ده بقى أولاي القوي نيف تعمل فوزير كمان ماشي ليه ما بقاش فيه فوزير زي طبعا للعظماء نالي وشريهان ليه ما بقاش فيه الفوزير دي في حالة كتير أوه إحنا يمكن مفتقدينها الفترة الأخيرة يمكن ضعف إنتاج يمكن بس أنا بسعى طول الوقت أنا من أكتر الناس اللي طول الوقت بسعى وبدور ولكن قول لهم يا أستاذ أنا بقوله قول لهم يا فندم أنا بصي أنا من الناس اللي فعلا تشجع جدا على مسألة المسرح الغنائي وتشجع جدا على مسألة السينما الغنائية دي يعني الميوزيكالز دي حاجة ممتعة طبعا جدا قوي خالص يعني طبعا إلى أبعد الحدود بالنظر بقى المسألة المسرح أو بالعودة المسألة المسرح هي كانت صعبة ولا سهلة عليك يعني الوقف على الستيج سهلة في إطار أنه أنا رانا سماحة المطربة هل وانا بمثل على المسرح صعب ولا لأ وبعدين ده فيه احتجاك مباشر دانتي والجمهور مفيش بقى يعني ريأكشن هتاخده في ساعتها وايا كان ريأكشن الناس أنت مضطر أنك تكمل وما ينفعش تقل أنت لازم أنت تجبر أن تطلع زي من اللي قاعد قدامك ده أنه هو يعمل لك كده طبعا دي حاجة مش سهلة أبدا ولكن اللي ساعدني على ده أن أنا من وانا في سنوية عامة وأنا خدوني كده رانا أنت هتمثلي همثل إيه كشيس عارفة أن أنا ممكن يطلع مني حاجة قال لي لأ أنت هتمثلي وخليني أرجع يعني عايزة أشكر أستاذ أحمد متولي الله يرحمه اللي كان ليه فضل علي كان وقتها هو مدير إدارة مدير الإدارة وقتها وهو اللي كان متوليني مسرحيا وهو اللي علمني يعني إيه وقفة مسرح ويعني إيه كل حاجة لأن الحد النهاردة ليه فضل علي كبير قوي هو اللي خليني أعرف زي أقف على مسرح مش سهل أبدا أبدا ودايما بنقول إن مسرح أصعب أنواع الفنون وهو أبو الفنون ولكن المسرح عامل زي الإدمان اللي بيجرب يشتغل مسرح ما بيعرفش يبعد عنه تبعيز تعيد التجربة مرة واثنين وثلاثة وعشرة وألف إدمان ممتع على قد ما هو صعب على قد ما هو ممتع وجميل ويعني طاقة رهيبة المسرح المسرح أكثر متعة ولا الغنى أكثر متعة وقعت سؤال آه ما يفعش أقول لي اتنين يعني أطلع عن المسرح أمثل وغن ما حنا اتفقنا إن أنت عايزة تعملي كده بس هم قريبين من بعد قوي يعني الغنى أنت برضو احتكاكك مباشر بالجمهور زي وزي تمثيل المسرح بس الفرق إن أنا بطلع هنا وأنا رانا المطربة وهنا بطلع وأنا رانا الممثلة وده بيخليه صعب أصلا رانا المطربة في النهاية أنا بغني بغني كلمات حلوة بغني مزيكة حلوة بغني بصوت حلو إلى آخر ده أسهل بس المسرح ده أصح أداء بقى حاجة تانية أنت بتلبسي شخصية مش بتاعتك صح دي مش رانا اللي طلع ده حد تاني بقى يا الشخصية المسرحية اللي قدامنا فبتحسي بالاستمتاع أكتر فين مصرح تمثيل مصرح وتمثيل هل ده معنى أنت مستعدة تكملي اللي جاي مصرح وتمثيل بقى إذا كان تلفزيون مصرح سينما وهنا أنا ما بعمل مصرح بعمل إيه أيوة بعمل مصرح غنائي فأنا بمثل وبغني يعني لو بلت مصرحية ما هيش مصرحية غنائية هتقولي لأ لأ مش هقول لأ طيب هعملها بس أحاول أتحايل على الموقف هتتحايل على الموقف نحط يعني حتى غنية بسيطة هنا بتزود على فكرة أنا بشوف أن الفنان المطرب اللي بيمثل هو عنده هو عنده عنصر زيادة لازم يستغله لما يكون عندك مطرب بيمثل ليه ما تخلوش يغني في العمل بالعكس ترى يعني خلينا نقول كل الفنانين في زمن الفن الجميل كنا بنعرف أغنيهم من خلال الأفلام اللي بيعملوها طيب معسمتش مثلا عن حتى من المطربين زمان طلع مسل بس كلهم كانوا لازم يحطوا أغاني في الأفلام اللي بيعملوها علشان ده بيتزود من العمل بس أنت عارفة يعني حتى مثلا عبد الحليم لما جي مسل هو لأنه طلب بسبب جمهاريته الغنائية طب ما نستثمر بقى جمهاريتك في السينما هنا المنتج بيبقى عاوز يستثمر برض المنتج ما بيبقاش سهل يعني صحيح يعني ممكن نقف على رجل 24 ساعة شغل أحس بالتعب بعدين بعد ما بطل الشغل لكن عندي استعادة ما ياخدش من وقتك وانتي دلوقتي عندك مالك ربنا يخليه رب ويحفظه لي يعني يوقف أحلى حاجة في حياتي أصلا طبعا طبعا آآ ولكن هي دي الضريبة ما فيش حاجة اسمها حاجة تاخد من وقتك نحن مش عايزين ناخد من وقتك مالك مش هناخد من وقتك مالك ما هو مالك ليه وقته ولازم وقته بيحترمه ومقدس بالنسبة لي وقتك مالك ده ما بجيش ناحيته ها ولكن وقت الشغل هو مقدس بالنسبة لي ولا يقل أهمية أبدا عن أهمية أنا شغلي بالنسبة لي زي الأكل والشرب